في فيديو APQ04 اتعلمنا ازاي ممكن نعمل ما بين جدولين مهماش كونسيستنت فعاد الكولومز زي الجدولين دول كمان لما نزود تابل جديد وفيه كولوم ما كانش موجود لا في التابل الاول ولا في التابل التاني هتقدر الكويري اللي احنا عملناها تاخد معاها الكولوم الجديد بشكل اوتوماتيك من غير ما تدينا اي ارور واستخدمنا في الكلام ده بعض الفنكشنز بتاعة الام كود عشان نعمل كده عملنا كويري فيها سبع ستابس ولما نعمل اكستراكشن الكود اللي نتاج عن الكويري دي زي ما انت شايف الى حد ما كبير ومعقد نسبيا ولكن احد الاصدقاء المتابعين واسمه رادستو بوبراوسكي بعتلي قال لي ليه عمر انت عامل اوفر كومبليكيشن ليه معقد الدنيا قوي كده ودني سولوشن زي ما انت شايف بابلايد ستاب واحدة بس والكود بتاعه عبارة عن سطرين زي ما انت شايف فحبيت اشير معاكو ازاي ممكن نعمل كده بمنتهى البساطة وده الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهاردة السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة باور كويري متقدمة او ادفانس باور كويري النهاردة الفيديو السادس اي بي كيو سيرو سيكس هنتكلم عن فونشن واحدة بس اسمها تابل دوت كومباين المثال اللي هنعرضه نفس المثال اللي عدناه في اي بي كيو سيرو فور احنا في الاخر نعمل نفس نتيجة بالزبط ولكن بطريقة اقصر بكتير ومور افشنت واعتقد هستخدموها بعد كده باستمرار يلا بصورة على الاخسل ونشوف هنعمل ايه مع بعض Excel Workbook Sheet 1 فيها جدول الجدول فيه أربعة كولوم Product وCategory وDate وCount Sheet 2 فيها جدول مشابه لكن فيه ستة كولوم عندي اتنين كولوم زيادة Status وRegion المطلوب ان انا اعمل Combine او اعمل Append لتو تيبل سدور مع بعض رغم اختلاف عدد الاعمدة Workbook تاني فيه تلاتة Sheets وكل Sheet فيها جدول وبعض الجداول زي الجدول في Sheet 4 هتلاقي كولوم ما ظهرش قبل كده خالص اسمه Quantity وSheet 5 هتلاقي فيه كولوم جديد خالص مظهرش قبل كاسمه Value وبرضه عايز بشكل اوتوماتيكي لما زود الSheets دي على Workbook الأصلي ال Combine او Append يحصل بشكل اوتوماتيك من غير ما يديني اي error وإنكلود كل الكولومز مع بعض عشان اعمل كده حبدأ من Workbook فاضي خالص هروح على Data من على الشمال Power Query Get Data From File هختار From Excel Workbook ده اسم الفايل بتاعنا Import هيفتح لي Navigator هنا Sheet 1 وهنا Sheet 2 عايز اختار الفايل كله ويبقى هختار الheader بتاعهم وهقول له Transform Data عشان يفتح لي Power Query Editor على اليمين اسم الكويري ممكن اشيل منها بس كلمة xlsx وكفاية قوي Different Column Tables وفي النصة هتلاقي ال Data بتاعت الفايل والSheets بتاعتك موجودة في الكلوم اللي اسمه Data عندك هنا Table لو قفت على اليمين في حتة الفاضية هتلاقي Preview لل Data تحت زي ما انت شايف ونفس الكلام بالنسبة ل Sheet 2 نفس الوضع بالزبط حاكتين عايز اعملهم في خطوة Source لو قفت على خطوة Source وفتحت الفوم Labar هتلاقي مستخدم Excel.Workbook وبعد كده Function تانية اسمها File.Contents وجواها بيستخدمها عشان يترجم ال Address ده الى Content ويطلعها زي ما انت شايف في الجدوة الحاج شايفوه ده لكن في اخر Function Excel.Workbook هتلاقي فيه اتنين Arguments انا يهميني لمكتوب فيه Null لو غيرت وخليته True وده اعملناها قبل كده حيث اعمل انت محتاج تعمل Promote للهيدرز لان نبص هنا الهيدرز جاية في اول line وانا محتاج اعمل لها Promote يبقى حدوس على علامة الصح اللي هنا وارجع اعمل Preview تاني هتلاقي فعلا حصل Promotion للهيدرز الحاجة التانية عايز اعملها في Source ان انا محتاج بس القلم اللي فيه Tables مش محتاج بقية ال Data دي كلها ممكن نقف هنا عم برات كليك واقل له Remove او نشتغل زي ما هو اشتغل الرجل الظريف اللي علمنا ال Function اسمها Table to Combine ونفتح Square Bracket هنا ونكتب كلمة Data كاني بقوله لو سمحت اختار ال Column بس اللي اسمه Data وانا سيدوست علامة صح زي ما انت شايف كاتلي Lista فيها بس ال Column بتاع ال Data الخطوة اللي بعد كده ان انا ابدأ اعمل Combine وده في منتهى البساطة عايز ازود خطوة جديدة ازود Custom Step جديدة كل اللي هعمله هدوس على Fx اللي هنا دي ويهي هلاك كتب لي كلمة Source هقف بره كلمة Source واكتب فنكشن واحدة بس اسمها Table.Combine افتح Course واقفر القوس بعد كلمة Source ودوس Enter وقادي حراج زي ما انت شايف عمل Combine وعمل Expand the Columns وعمل كل حاجة لوحده خطوة اخيرة فضلة ان انا محتاج اضبط Data Type هختار اول Column ودوس على Shift واختار اخر Column هروح الى Transform واقل له Detect Data Type الكويد بتاعتها جاهزة Home Close and Load Close and Load 2 هخليها في Table اختار Existing Worksheet A1 ودوس على OK هيحصل لها Loading في Table تعالا نشوف بقى لما نضيف الشيتس الجديدة اللي هيحصل في ال Table بتاعنا ده الفائل اللي اسمه More Tables زي ما انت شايف شيط 3 و 4 و 5 هختارهم كلهم هختار اول واحدة ودوس على Shift واختار الاخيرة Right Click Move or Copy هقول له لو سمحت Create Copy والديهالي على Workbook الاصلي بتاعنا Different Columns Underscore Tables وإلو سمحت Move to End ودوس على OK وبعد كده اعمل Save واقفل الفائل ده واقفل الفائل ده كمان هقف هنا على ال Table بتاعنا دي الكويد احنا عملناها مع بعض كل اللي هعمل هو اقف على ال Table واقفل الفائل واقفل الفائل واقفل الفائل وانشوف ايلا هيحصل 2 Columns اضافوا وزي ما انت شايف الشيتس الجديدة كلها اضافت معنا تحت بدلا ما كان عندي 26 رو بقى 71 رو ال Columns كلها دخلت مفيش Airs والدنيا ماشية معك بشكل ممتاز 100% بكنا نكون وصلنا هات الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل Like واشترك في القناة واسب لي تعليق وحتى هنا رينكات لبعض الفيديوهات المفيدة واشوفكو الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته